السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحب بكم هقدم موضوع بأنوان العلمانية وشرح أفكار بعض العلمانيين المصريين وقبل ما أبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة هكون شكر لكم جدا لعملتوا للفيديو ده شير ولايك أهلا بكم مرة تانية لاحظت في الفترة الأخيرة أن بعض الناس يقدمون أنفسهم للآخرين بكل فخر واعتزاز على أساس أنهم علمانيين ومن هؤلاء شخصيات معروفة لدينا مثل سيد القيمني خالد منتصر إبراهيم إيسى فرك فودة وإسلام دحيري وغيرهم كثيرون وفي هذا الفيديو أود أن أعرف ما معنى العلمانية وما الهدف منها تبقوا من فضلكم الحلقة أو الفيديو ده للنهاية لكي نتعرف سويا على هذا المعنى معنى العلمانية والهدف منه كلمة العلمانية مشتقة من كلمة علم وهو الذي ينتمي إلى العالم أو إلى الدنيا وهذا العلم لا ينتمي إلى العالم الروحاني أو الديني فهو علم يهتم فقط بالقضايا الأرضية الدنياوية والهدف من العلمانية هو إعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به بدلا من الاهتمام بالتأمل في الله سبحانه وتعالى وفي اليوم الآخر بمعنى أنه يجب فصل الدولة عن الدين وأن لا يتدخل أحدهما في شؤون الآخر وهكذا يكون العصر الذي نعيش فيه عصر العقل والتنوير والعلم وليس الدين وبهذا يكون الناس أحرارا وبالتالي يكونوا قادرين على إدراق الحقيقة الخاصة بالكون على أساس عقلي وليس ديني والمقصود أيضا بالعلمانية أنه لا يجب أن يكون هناك إقراه في المسائل الدينية وأن الحقيقة تسود فقط عندما يتم السماح للناس بحرية تصرفاتهم وحرية آرائهم وتقصد العلمانية أن الدول تتخلف عن رقب التقدم والحضارة عندما تعتمد على الدين والأخلاق والعادات والتقاليد وهناك بعض الدول الكبرى في العالم تنص بستيرها صراحة على هويتها العلمانية ومن بين هذه الدول التي تنص بستيرها على العلمانية مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية وكندا والهند وهناك دول تنص تستيرها على دين الدولة مثال ذلك مصر فالدستور المصري يذكر أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للبلاد حيث يوجد في مصر حوالي 95% من السكان مسلمين ولكن يوجد في الدستور المصري ما يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين في الدين والعقيدة وكفالة الحريات مع تقييد هذه الحريات وهنا يطرق سؤال هو هل يوجد فرق من الملحد والعلماني الملحد هو الشخص الذي لا يعترف بوجود إله لا يعترف بوجود خالق لهذا الكون الذي نعيش عليه جميعا فهو يقصد دائما أن الطبيعة هي سبب وجودنا والعلماني لا يؤكد بعدم وجود إله فهو يعني أنه ربما يوجد إله ربما يوجد خالق ولكن لم يتوصل العقل البشري بعد إلى إثبات وجود الله أو إله أو خالق والعلماني لا ينكر الدين ولكن يقصد أنه لا يجب فرض الدين على المجتمع ويجب أن يبقى الدين محصورا في المنزل أو البيت أو في المسجد أو الكنيسة والسؤال دلوقتي هو كيف نشأت العلمانية نشأت العلمانية في عصر التنوير والنهضة الأوروبية وذلك لمواجهة الكنيسة وسيطرتها على المجتمع ومؤسساته ظهرت فكرة العلمانية في أوروبا في فرنسا فكانت فرنسا أول الدول التي تحولت إلى العلمانية وكان ذلك عام 1790 ميلادية ومن فرنسا انتجرت العلمانية في دول أخرى كثيرة وفي حقيقة الأمر أن العلمانية تحظى بسمعة سيئة في المجتمعات العربية حيث يوجد آثار سلبية من مفهوم العلمانية على سبيل المثال إبراهيم إيسى العلماني قال أن النساء بواجه عام والنساء في صعيد مصر بواجه خاص ظهروا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وهم يرتدون الميهات ويرتدون الملابس الخليعة زي مثلا ملابس كط بدون كمام أو ملابس قصيرة الميكرجيب والمنجيب دون النظر إلى عادات المجتمع المصري وتقاليد المجتمع المصري على مر العصور تعتبر كثير من الناس أو من المجتمع أن إبراهيم إيسى أهان بذلك أمهاتنا الأفاضل ده مش كده بس إبراهيم إيسى زي ما أنتم عارفين دخل صيدلية لا الصيدالي بيقرى الكرآن قال لهم أو قال لنا في فيديو يعني المفروض أنه ما يعملش كده لازم يهتم بالعلم وليس الدين وقال لنا أرى شازة كتير وفي بعض الدول زي فرنسا يتم منع النساء من ارتداء الهجاب أو الزي الإسلامي ويتم توقيف النساء في الطريق العام ويستحبهم البوليس أو الشرطة إلى مراكز الشرطة هناك بحجة الحفاظ على الدولة المدنية ودفاع عنها من ممارسات الأفراد الدينية ماكرون الرئيس الفرنسي يهاجم دائما الدين الإسلامي يجب أن يكون هناك تسامح متبادل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية ولا يجب أن يسعى أي منهما بالسيطرة على الآخر يجب أن نقبل كل منهما وأن نترك الناس يعبرون عن أفكارهما في المجال العام بدون تطرف أو تعصف والعلمانية التي تدعو إلى فصل الدين على الدولة أو فصل الدين على الدولة هي فصل الدين عن المجتمع هذه العلمانية تبنت أشياء غريبة على سبيل المثال على سبيل المثال العلمانية تجيز مثلا الشيزوج الجنسي بما في ذلك السماح بتزويج الرجل بالرجل يكتف الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة تكتف المرأة بالمرأة باسم العلمانية والليبرالية في اللي قولك أنا الليبرالي أو علماني أعرف أنه بيتقبل أشياء شازة نهى عنها الدين وفي المجتمعات الغربية والأوروبية يوجد عداء الأديان السماوية هم يدعونا أن التعاليم الدينية التي تنادي بها الأديان السماوية لم تعد تصلح للمجتمعات ولم تعد مرجعية للسلوك الفردي عشان كده منلاحظ عداء كبير للإسلام في الغرب ده مش معنى الإسلام لأن الإسلام هو عبارة عن منظومة من القيم والأحكام اللي بتدعو إلى تنظيم كافة مناهي السلوك الإنساني في كافة مراهل العمر من المهد إلى اللحظة وفي نهاية الموضوع لابد أن نتجي إلى الله سبحانه وتعالى خالق الكون وأن لا ننسى أبدا أننا وجدنا على هذه الدنيا لكي نعبد الله سبحانه وتعالى اللهم ارحمنا اللهم ادخلنا جنتك الواسعة آمين يا رب العالمين